عصابات وجبكات دعارة وإتجار بالبشر البتاوين إحدى أخضر المناطق في العاصمة بغداد ما يذكر اسمها حتى ينفر الجمع عنها البتاوين اسم كل ما يذكر بين جمع البغداديين حتى يؤخذ على معاني كثيرة مخدرات ودعارة وإتجار بالبشر لتتغير على إثر هذه العوامل إلى واحدة من أخطر مناطق العاصمة بغداد فبالنظر إلى الجانب الآخر فهي من أقدم المناطق البغدادية إضافة لكونها قريبة من أهم المراكز التجارية المتمثلة بالباب الشرقي وشورجة ومنطقة الكرالة أيضا موجودة بها بعض الشبكات وبعض البيوت الدعارة يعني أنا ما رد أقول لك أنه هي مو موجودة أنا مسكنت هذه المنطقة سالي أكثر من 20 إلى 25 سنة ساكن بين المنطقة نحن نلاحظ موجودة هذه البيوت وهذه التفاصيل الموجودة لكن إحنا شن نذربنا؟ إحنا كعوائل ساكنين بهذه المنطقة يعني كل يوم دا تسبب لنا مشاكل من أقدم المناطق البغداد بس إحنا دا نعاني من هاي التفاصيل يعني أكو تفاصيل هواي التجارة بالأعضاء البشر المخدرات هواي تفاصيل مزعجة نعاني من عندها إحنا كأهالي منطقة وكعوائل أما سكنتها القدماء فمنهم لم يحتمي للمرحلة التي وصلت إليها في السنين الماضية واضطر لمغادرتها ومنهم من بقى متمسكا بداره لكنه يذوق المرة كلما حل الليل على حد وصفهم فما أن يسيطر الظلام حتى تبدأ مافية المخدرات والدعارة عملها لتكون بذلك خطرا على من يريد التجوال بين أزقتها ليلا على حد وصفهم يعني وضحها تعبان بها كل الإشاءالات التعبانة من مخدرات إلى دعارة إلى هالأمور مع الأسف هيش صارت أنا ما أرجع إذا لم ترجع المنطقة بالمستوى اللي قالش اللي تبيت سابقا ما أرجع عليها فيما تستمر الجهود الأمنية لوزارة الداخلية في محاولات فرض الأمن وتفكيك العصابات التي غيرت ملامح منطقة البتاوين حملات واسعة ومشددة الغرض منها إعادتها إلى رونقها السابق وإنهاء كل المظاهر السلبية التي تؤثر على أمن العاصمة من العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة